نادي الاسماعيلي منذ قليل انتهت المباراة بفوزه على القناة 2-1 بعد يعني شوتين شوتين اضافين يعني طبعا مفروض يعني والله انا حزين على نادي الاسماعيلي يعني نفسها نادي الاسماعيلي يرجع نفسها نادي الاسماعيلي يرجع تاني نادي الاسماعيلي قوام اساسي من الكرة المصري حقيقية بجد والله يعني دايما والله الواحد ان هو صغير كده كانت الكرة في مصر انا هقولها بالزبط يعني كان اهلي زمالك اسماعيلي مصري اهم اربع عناصر في الكرة المصرية نادي الاسماعيلي والله انا زعلان عليه زعلان على المواقف اللي هو دخل فيها والمشاكل وعدم تواجد اللعبة اللي هي فعلا تليق باسم نادي الاسماعيلي نفسنا نشوف تاني نادي الاسماعيلي بنفس نفسنا نشوف نادي الاسماعيلي من التلاتة الاوائل تواجد نادي الاسماعيل يا جماعة ان الجيل مع احترامي الصغير اللي معاش الاجواء اللي احنا عشناها وحتى الجيل اللي قابلينا الاسماعيل ده عفكرة كان بيهدد بيهدد مثلا الاهل والزمالك في موضوع الدوري يعني كان عنصر واخد اكتر من كذا مرة دوري يعني مش جديدة عليه امتى بقى نادي الاسماعيل يرجع لان تواجده في المنافسة عايز اقول لكم حاجة والله بيتكلم بجد بيعمل حالة كده في الكرة المصرية حاجة جميلة والمنافسة حلو طول ما ادقى فيه اكتر من كذا نادي منافس للاهل والزمالك فده حلو عايزين نشوف المصر تاني عايزين نشوف الاتحاد عايزين نشوف الاندية الجمهورية تانية بتنافس المصري برضو فاز على جمهوريت شبين النهار ده واحد سفر عايزين نفسينا نشوف الاسماعي الاندية دي ترجع تاني انا نفسي حتى شوفهم حتى في الحتة الاعلامية نادي الاسماعيلي بقى مستخبى اعلامية نادي المصري بقى مستخبى اعلامية فين الاسمين دول الاسمين دول فين بجد وجودهم في الكرة المصرية على دلوقتي بقى يعني تقريبا يعني اخر اربع سنين ولا خمس سنين كل الاعلام هتلاقي بيتكلم على الاهلي والزمالك ومنتخب مصر صح؟ كان الاول هتلاقي نادي الاهلي بيتكلم على الاهلي وتلاقي بيتكلم على الزمالك وبيتكلم على الاسماعيلي والمصري والمحلة وكل الاولى نادي الاتحاد والاندية الشعبية طب نفسينا بقى يخشوا معنا ياريت نادي الاسماعيلي يخش معنا كده نعد الموسم ده ونادي المصري يعد الموسم ده ونفسينا نشوفهم بقى الفترة اللي جاي نشوفهم في المنافسة طبيعي لما حتى بيجي يتكلم على الاسماعيلي ما ستلاقي بيتكلم خمس دقائق ولا عشر دقائق اللي هو مجرد بس اخبار لا نادي الاسماعيلي جماعة اسم كبير برضه عايزين ويرجع عايزين من مجلس الادارة في الفترة اللي جاية وانا حابب ان انا اتكلم في فقرة فترة دولة لان فيه تحديات فيه تحديات للاسماعيلي والمصري واللاهلي والزمالك وانا بقى حابب ان انا ابدأ بالاسماعيلي انا بقولها هون ابدأوا الموسم الجاي شوفوا لعبة نادي اسماعيلي لعبة تستحق ان يتبقى في نادي الاسماعيلي شوفوا مستوى يليق بنادي الاسماعيلي نجد اسماعيلي عنده قاعدة جماهرية كبيرة جدا ومميزة جدا يستحق ان يبقى فيها اهتمام اعلامي بس انا هاهتم بنادي الاسماعيلي اعلاميا واجيب له اخبار واجيب له كلام وده انتقل وده عمل وده ادى بشكل كويس هاجي اقول كده من نفسي ولا هشوف انه تابعة بالمتائج بالمستوى بمستوى اللاعيبة يا جماعة يعني على مدار تاريخ نادي الاسماعيلي والكرة مصرية كان بيتقال عن نادي الاسماعيلي برازيل مصر برازيل مصر اسمه نادي برازيل مصر معروفة من ناحية لعبة مهارة كورة حلوة بتستمتع بيها جمهور حتى هتلاقي تاريخ النادي الاهلي لعبة من الاسماعيلي تاريخ زمالك من الاسماعيلي هو ده كان القوام اللي بيعتمد عليه اهلي وزمالك عشان كان فيه مواهب بتطلع نفسينا نشوف مواهب من نادي الاسماعيلي تطلع نفسينا نشوف اسماء نفسينا نشوف قاعدة من اللاعبة نشايفينها النادي اسماعيلي دايما هو اللي كان بيطلع اللعيبة عايزين نشوف الاسماء دي ترجع تاني عايزين نشوف النادي اسماعيلي يرجع يخش معنا كده ما يبعدش عننا عايزينه يرجع لنا يرجع تاني في الدوري والكرة المصرية لانه عنصر مهم ماتشاط الاسماعيلي والاهلي او ماتشاط الاسماعيلي والزمالك يعني كان بيطال الدربي دايما اهلي وزمالك لا والله كان فيه الاهلي والاسماعيلي ماتشاط الاهلي والاسماعيلي دايما كنا بنلعبها مباراة بالنسبة لنا هي الدوري يعني جزء كبير جدا من حصولك على الدوري لما كنا بروح نلعب امام المصري سواء في بورسعيد او في القاهرة كانت بالنسبة لنا المباراة دي مصرية هو ده هي دي الكرة اللي احنا عشنا عليها وتربنا عليها اهلي زمالك اسماعيلي مصري غزل المحلة اه اتحاد احنا كنا بنروح غزل المحلة دي احنا بنبقى يعني خايفين عايزين نطلع من الماتش ده المكسب المكسب ده احنا كنا المكسب بتاع غزل المحلة ده احنا كنا ب6 نقط المكسب الاسماعيلية كان ب6 نقط المكسب المصري في بورسعيد او في القاهرة كان ب6 نقط نفسينا بقى يرجعوننا تاني نفسينا نشوفهم تاني عايزين الاندية الشعبية ترجع لنا جماعة حقك ان انت تجيب لعيب وتبيعه حاول تحافظ على لعيب نفسينا نشوف كرة بقى نفسينا نستمتع بكرة على فكرة القوام ده يبقى فيه منافسة في الدور المصري بيعود على المنتخب مصر زي ما احنا كده اتكلمنا